ملف تاني كنت اتكلمت فيه وعمل رد فعلي كبير جدا والناس انبرح نقلت كل الاخبار اللي احنا قلناها على بعض المواقع وهي متعلقة بلقاء السوبر الافريقي بين الاهل والتحاد العاصمة الجزائري انا النهاردة مش هقول معلومة ولكن هوجه نداء الناس ممكن تستغرب تقولي هتطلب ايه ما نيجي نطلب استضافة السوبر الافريقي اه المشكلة فيه تلات عروض لاستضافة السوبر على فكرة من اتحادات اخرى ما عنديش اسمها لاتحادات بس اتقلتلي وقتها لما كنت اتكلمت مع مصادر رسمية في الكاف قالوا لي تلات عروض عربية وافريقية لاستضافة السوبر قلت عربية يعني ايه قالوا لي دول خليجية افريقية يعني ايه قالوا لي دولة افريقية طلبت استضافة السوبر طب ليه الاتحاد المصري ليه الاتحاد المصري ما يقدمش عرض مالي ويطلب استضافة السوبر الإفريقي بين الأهل والتحاد العاصمة الجزائر الاتحاد المصري هيكسب مبالغ مالية كبيرة جدا من استضافة هذا اللقاء اتفاقية التعاون اللي ممكن تتم مع الاتحاد الإفريقي لو قدمت عرض مالي جيد لاستضافة السوبر تكسب من الاستضافة دي فلوس كويسة جدا أولا عندك استاد القاهرة الدولي يا صديف المباراة ثانيا انت كاتحاد وطني اللي هتحدد معاد المباراة أنا كل يوم أقرأ خبر وأسمع تصريح حج عامر حسين بيسأل وبيوجه ندال الاتحاد الإفريقي امتى معاد السوبر الإفريقي عايز أحط الجدول بتاعي مش عارفين نسكن كاس النخبة عشان عايزين نعرف معاد كاس السوبر تم تقدم طلب وطلب استضافة السوبر الإفريقي دا يا مباراة وطرفها مصري والأهلي دا مش أي حد والمطش لو ايتلاعب على الساد القاهرة ما زي ما لعبنا مطش الفاينال مع الوداد كان في ستين ألف في الاستاذ وهيجي لك ستين ألف وشوف أسعار التذكر ساعتها تبقى بكام والحول العنية والتسوقية بينك وبين الكافة تبقى ازاي الرقم اللي هتدفعه هتجيب ضعفه لو عندك أزمة مالية استثمر في البطولة دي قدم عرض مالي بشكل مناسب ويعمل يعني ميزانية محددة للبباراة ديات وتشوفها تكسب كام اطلب ليه لأ أنا عارف محدش طرح الموضوع دا قبل كده بس بما إن أنا عندي معلومة وقلتها قبل كده ومحدش حتى تفعل معها مع الاتحاد يا جماعة فيه عروض بتتقدم للاتحاد الافريقي لصدافة السوبر ليه الاتحاد المصري ما يطلبش ليه الاتحاد المصري ما يطلبش وهتبقى فرصة للمجلس الحالي برئاسة الأستاذ جمال علام يعني بعد اللي حصل في نهاية دور الأبطال الموسم قبل الماضي اللي هو يعني من موسمين لما المغرب صدافة المباراة يعني مش أقول تقفر عن زنبك أو تثبت اللي انت ما أخطقتش قدم نداء لوزير الشباب والرياض دكتور أشرف صبح ماتش زي ده جمهيري كبير جدا قرنافال حلو جدا هو مش ممكن ماتش السوبر الافريقي ده يبقى دخلة كويسة على الدور المصري تبقى انطلاقة مهمة على الدور المصري مش أحنا بنتطلع بنتكلم على إن القرى المصرية محدش بيقدر ينافسها لا في الشعبية ولا في الجماهرية ولا في الإعلانات ولا في التسويق ما عندك حدثة هو زي ده يا سيدي اعتبرني بطرح عليك فكرة ادرسها ناقشها جس نبض الناس في الاتحاد الافريقي قلهم الاتحاد المصري عايزي نظم ماتش السوبر بين الأهل والاتحاد العاصم والعرض المال اللي عايزي نظمه كذا والأرقام مش كبيرة على فكرة يعني ماتش زي ده انت لو قدمت عرض مالي بربعمائة خمسمائة ألف دولار هيقولك اتفضل نظم وتحديد المعاد انت اللي هتحدد يعني مش الكافة يقولك انا عايز المطش في تاريخ كذا ده انت اللي هتحدد يعني انت هيبه في ايدك تحديد معاد السوبر الافريقي وعلى اساسه بقى يا عم خط معاد كاس النخبة خط انطلاقة الدور المصري زبط الاجندة ماهو الملف عندك انت فزبط الاجندة فكرة انا بترحها بس هي ما فيهاش اي خطأ لائحي انت كاتحاد حقك زي ما الاتحاد السعودي بيطلب الاتحاد القطري الاتحاد المغربي الاتحاد الجزائري ليك الحقي انك تطلب هتقدم عرض و هتقدم عرض مدي و هتحدد ملعب المباراة والملعب اساسا يعني عليه موافقة رسمية من الفيفا قبل الكاف و تشوف المعاد المناسب ليك انت مش للكاف و المعاد اللي هينسبك هو اكيد اللي هينسب الاهلي و هينسب اكيد الطرف الجزائري لان احنا بنلعب في زون واحد زون الشمال لان تنظيم السوبر الافريقي اهم و افضل من فكرة انك هتنظم في نهاية الشهر تصفيات دورة ابطال افريقيا اولاية التصفيات الافريقية للسيدات المؤهلة لدورة ابطال افريقيا هتتنظم في القدفور يعني انت في شهر التمانية اللي جاي قدمته خط تنظيم تصفيات الكرة النسائية لدورة ابطال افريقيا للسيدات عشان يتأهل فريق نسائي واحد من اربع فرق يلعب في دورة ابطال افريقيا المجمع في القدفور تم تقدم اطلب السوبر الافريقي ده اللي هيجيب لك فلوس ولا ده اللي هيجيب لك فلوس يعني انت في دورة ابطال افريقيا للسيدات التصفيات اللي تلعبها في اسكندرية دلوقتي عندك أزمة مالية بتحاول تشوف منها يتحملها ما بالك بقى لو رحت للشركات وقلت أنا عندي السوبر الأهلي والتحاد العاصمة شوف الأرقام المالية اللي هتتعرض عليك قد إيه شوف حجم مباراة زي دي قيمتها التسوقية إنت كالتحاد كرة هتستفيد منها إزاي أنا بطرح الفكرة وعنده قطولة في شهر 8 دوري أبطال إفريقي أو تصفيات إفريقيا للسيدات بطولة مش هتجيب جنيه واحد ولا هتجيب دولار واحد واعتصرف فيها كتير واعتلعبها في اسكندرية طيب ما تطلب تنظيم السوبر الأفريقي من الأقل والتحاد العاصمة فكرة بس فكرة خارج الصندوق الناس لو عايزة تشتغل وتبدأ موسم كويس وتعمل شكل حلو للقرى المصرية أطلب صدافة السوبر الأفريقي وأنا بقول لك لغاية دلوقتي لسه ما تمش الاتفاق مع أي اتحاد ولسه ما تمش البت في الثلاث عروض المقدمة خليهم عرض رابع بدل ما يبقوا ثلاث عروض يبقى أربع عروض خدوا عرض تاني إلا أنت عملت اللي عليك ولكن ما تبقاش أنت كل يوم ماتش السوبر الأفريقي إمتى عايز أعمل الأجندة بتاعتي عايز أحدد معاك كاس النخبة وإنت مش عارف تحدد حاجة ليه؟ عشان مستنى السوبر الأفريقي بالقالة والتحاد العاصمة طيب ما تقدم الموضوع سهل جدا على فكرة تقدم وحاليا لأستاذ جمال علام والأستاذ واليد العطار المدير التنفيذي موجودين في أستراليا كل أعضاء المكتب التنفيذي للكاف موجود هناك وأنا أتمنى الكلام اللي بقوله ده يوصل لدكتور أشرف صبح وزيري الشباب والرياضة ما هو الطلب ده أكيد لازم يكون معاه دعم حكومي نداء لوزيري الشباب والرياضة فرصة عظيمة لإستضافة حدث مهمة زي ده إنت لك أنا عندك نهاية دور الأبطال من سنتين ثلاثة طلبت تنظيمه في توقيت ما كانش توقيت قانوني لكن دلوقتي عندك توقيت قانوني أطلب إستضافة السوبر الإفريقي دكتور أشرف صبحي مش هيتأخر الوزارة مش هيتأخر بداية وقرنفال حلو للقرى المصرية مع بداية الموسم الجديد عشان لما نطلع ونعلق ونقول إن القرى المصرية لسه موجودة يبقى نتكلم وإحنا على أرض صلبة بنتكلم وإحنا عندنا ما يسمح لنا اللي احنا نقول لا عندنا عندنا مباراك بيرا زي دي الأهل هيشارك فيها فممكن نصديف السوبر الإفريقي فكرة طرحتها والنهاردة عشرين تمانية طرحتها من بدري نتمنى رسالتنا توصل للوزارة للتحاد الكورة لأي مسؤول بيكون بيسمعنا دلوقتي يجس النبض يجهز الخطاب يشوف الميزانية وعطيها نفسك كسبان من جميع النواحي والله العظيم كسبان من جميع النواحي ترجمة نانسي قنقر